نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تم تدوله من أنباء بشأن إقرار زيادة جديدة على ضريبة الدخل تزامنا مع الأزمة الاقتصادية العالمية وتوصل المركز مع وزارة المالية التي نفت تلك الأنباء مشددة على أنه لا يتم فرض أي ضرائب جديدة إلا بقانون يوافق عليه مجلس النواب وأن الدولة تسعى إلى استقرار السياسات الضربية بما يضمن دعم جهود تهيئة بيئة ومناخ الأعمال وتبسيط الإجراءات من خلال التوسع في الحلول التكنولوجية بما يتوافق مع أفضل الممارسات العالمية على النحو الذي يسموه في توسيع قاعدة الضريبية دون الاعتماد على إضافة أعباء ضريبية جديدة على المواطنين